وده الرئيس عبد الفتاح السيسي بموصلة الجهود المكثفة الرمية إلى احتواء تدعية الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين كما وده بموصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين أعقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي واللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية صرح المستشار أحمد فهني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي في ضوء تحديات غير المسبوقة التي تكاتفت خلال العامين الماضيين وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتباطئ معدلات النمو أعلى المستوى الدولي مما فرض ضغوطا استثنائية على معظم دول العالم كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 وتوقع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2% بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكاسفة الرامية إلى احتواء تدعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين كما وجه سيادته بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدم للناتج المحلي الإجمالي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنفسي الذي تنتهجه الدولة والحرص على تزليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة